هوي أصحابي بص فيه ثلاث مسلمات كده كلنا متفقين عليها أول حاجة حسام حسن عمره ما يدرب الأهلي حتى لعمل إيه تاني حاجة كلنا رسمنا رسمة شمس ونخيل وأهرامات ونهر النيل وجمعناهم في نفس اللوحة قالت حاجة بقى بكار ورشيدة بكار ورشيدة لو افتكرنا بكار بتاع زمان بنقول فاكر بكار رشيدة حسونا عمام مش عارف إيه بس يعني الاسم اللي بيجي بعد بكار دايما على طول بيبقى رشيدة فلما رشيدة بقى توه وديع عن بكار ويبقى من غيرها فدي حاجة كل ما افتكرها بحس بترومة بصراحة وبتفطر قلبي فبصراحة كده حبيت اتكلم عنها فيلا بينا نفتكر بكار بيلعب مع هنية وحسونا خلويس ومرة واحدة بكار بيطلع روح الطالب المكتد اللي جوازه ما احنا عارفين وعايزهم يقفوا لعبة عشان يرجع البيت يجيب لوحة هو كان رسمها عشان يقدمها في مسابقة المدرسة اللي هي اصلا اجازة النهاردة بس انا لازم اشترك في المسابقة فبيرجع بكار البيت يلاقي رشيدة قلب البيت مردغانة في القوضة واكلت كتبه وورقه ولوحه واللوحة اللي كان بيرسم فيها بقى له اسبوع وكان هيديها المسابقة يا عم دور كويس ارجوك اطفطر قلبي عليك الحلقتين اللي بعد كده وبعدها رشيدة بتقول له اصدقى يعني انا بتأسفه كده انتفهم طبعا بقى بكار يعني بيفهم لغة المعيزو بتاعه فبكار بيعملها معاملة وقشة جدا وبيخبطها كده بيده وبيشوح لها وبيعايت عشان هي اكلت اللوحة بتاعته فبيطلع بره البيت وحسونها بيقول له وبيسأله يا اللوحة دي كانت عبارة عن ايه وممكن اساعدك فيها فبكار بيقول له عن الشمس والنخيل والسماء فدي لوحة صعبة جدا ومش هلحة ارسمها يا بكار يا حبيبي والله انت لو اديتني السكتش وقلمين هرسمهم في سانيتين انت فيه ايه مالك فرشيدة طبعا عشان هي بتفهم لغة البنا ادمين سمعت وصف اللوحة من بكار فدورت عليها تحت السرير وجبتها ولسه رايحة بيها البكار فبكار كان خلاص بيقول انه فكس للمسابقة وبيقول اني كرهتها كرهتها جدا وما بجيتش عايزها ولا عايز حد يكلمني عنها تاني فرشيدة يعيني فتكرت ان بكار قصده عليها هي يا حبي تعيني فبتاخد قرار انها تسيب البيت وتمشي عشان بكار ما بقاش طيقة وبكار بيروح يكمل لعب مع صحابه وهو مداي بس الرشيدة الاسف بتقع فيدي عائل غتتها وانت عارف بكار فيه نوعين من البشر اشرار ودول بيتمثله في مشرة الشرير واطفال اشجية هي بقى وعد فيدي الاشجية دول واعدوا يجددوا فيها بعد كده بكار قعد ندمان على اللي عمله في رشيدة وخد قرار انه يجب ايام البيت تلعب معاهم بدل ما هيقعدة لوحدها كده فيتفاجئ ان رشيدة مش في البيت وبيلاقي اللوحة اللي رشيدة لقتها له وثابتها ومشيت والعائل الغتت هدول لسه عملين يرزه في رشيدة بعد كده بيجي لهم واحد هوملس كده بس ممكن نضمه في خانة الاشرار جراهم عشان ياخد منهم رشيدة وكرر انه يتبحها وياكلها وبكار وزميله يعني لسه بيدوروا عليها وفيه اطفال دلوا بكار ان الرجل الهوملس ده خد رشيدة وروح بيعا السوق فبكار بيروح على السوق وبيدور على رشيدة فبيسأل راجل كده في السوق عن رشيدة فبيقول له يا رشيدة رشيدة مين معزتي هي معزة بيدة وسخيرة ايوة مش فتوش خالص يعني طب بتدينا عمل ليه طيب فالراجل الهوملس اشترى السكينة عشان يتبع بيها رشيدة فرشيدة بتسمع صوت بكار وهو بينده عليها فبتعد الراجل وبتهرب منه عشان تروح لبكار بكار يا عيني تعب من كترة تدوير على رشيدة واتفق وبكرة ان هم يكملوا تدوير وتمشي رشيدة وحيدة شريدة محطمة الخطوات وتقعد فكوخ في حيوانات وفراخ وبنسمع اغنية بحبها او بصراحة على فكرة انا كنت متعلق بالاغنية دي من طفولتي ولما كبرت وبيت زي الشح تحملتها وحطتها عالساوند كلاود وبسمعها كل يوم وحطتها لكم فاول كومنتو باسمها وبنشوف بكار ورشيدة بيعياته على بعض على انغام الاغنية اللي تفطر القلب دي وبيفتكروا الذكريات اللي كانت اكبر بكتير من شوية برسيم وعلف فالستة صاحبة الكوخ ده لقيت رشيدة وكررت هتوديها السوق عشان هي اكيد تايا وصحاب بكار راحوله عشان يبدأوا جولتهم في البحث عن رشيدة فالستة الكومل دي خلت رشيدة عالكاريتة بتاعتها والراجل الهوملس ده برضو ربنا كاتبه علينا شاف رشيدة عالكاريتة يا عم يعني انت كده انا كشفت الغمض والمسير ما هيبقى انه قدامنا وبياخدها منهم ومش عارف بصراحة ما شركوش فيه زي ده شبه اللي بيخوفوا بالعالي الصغارين ورشيدة التاني مرة بتعمل الرومنتادة وبتجري منه وبتلحصه طراب اسوان كلها وبتنط في النيل وصحاب بكار بيشوفوها وهي بتنط في النيل وبيبلغوه في السوق عاللي حصل والراجل المحترم الكبارة ده شاف رشيدة وعارف ان هي بتاعت بكار وام وديها عند بيت بكار فبكار يرجع البيت ويعيط على اخره وندمان على اللي حصل منه مع رشيدة رشيدة سمعته واتبسطت المراضي واستنته لحد ما يدخل البيت عشان تفجهه بس لقت والدته بتقوله خلاص بات عند صحابك النهاردة طبعا عشان ده عنصر يعني وكده فرشيدة بتقول لا والله ما هينفع فتقوم طلع من تحت السرير وتقول رشيدة رشيدة كنت حين يا رشيدة وحشتني جدا وهنا بكار بيشوفها والله العظيم عارف فرحتك لما تجيب امتياز والدولار يقل والنفوس تصفى اقسم بالله ده شعور اقل بكتير من شعوري لما بشوف رشيدة وبكرت قابله تاني بس كده سيدي انا عارف ان الحلقة دي اوت اوف توبك كده بس حبنا نكسر بها الروتين ويلا سلام